كمان وليد سليمان قبل ما نروح لكابتن سيد عبد الحفيز خلينا نطمئنكم على كابتن وليد طبعا جمهير النادي الأهلي بتحبك جدا يا وليد بتحبك جدا 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 وبتحترمك جدا وبتقدرك جدا وده دايما الحاجة اللي بيستنيها اللعيب اللي بيضحي اللعيب اللي بتحس جمهوره للنادي الأهلي انه اللعيب بيحط الفرقة وبيحط اسم النادي الأهلي قبل اسمه ده إحساسي مع وليد سليمان وغيره طبعاً من النجوم بس طبعاً وليد خطف قلوبنا مبرح بوقعته اللي حصلت في الشوت التاني من المباراة للصدام الصدام مش متعمد بالتأكيد خالص ويمكن وليد فقط توازنه حتى قبل ما يقع ورجل الحرس الزحلقة دي الزحلقة دي هي اللي خلت وليد يفق التوازنه ويمكن لو ما تزحلقش كان عارف يتحكم في جسمه أو يعرف إزاي تفادى أو على الأقل يخلي الخبطة تيجي في جنبه أو تيجي في ظهره ما تجيش في دماغه لأنها خبطة يعني مؤلمة يعني الواحد قال لي ساتر يا رب أول ما الاصطدام ده حصل بس خليني أطمنكم على وليد طبعاً هو طلع من الملعب على طول على المستشفى وتم إجراء عدد من الأشعة والفحوصات والنهاردة الحمد لله لم يفقد الوعي بنأكد عشان في بعض الناس قالت أن وليد فقد الوعي ووليد فقد النطر كلام ده ما حصلش على الإطلاق وليد لم يفقد وعيه كان بيتكلم وكان وعي جداً لكن هو بس مش أكتر منه جهاز الطبي كان عايز زيادة في الإطمئنان أنه يجري بعض الفحوصات على وليد عشان يطمن عليه وزي ما قال دكتور رحمد أبو عبلا أنه وليد كان عنده اتجاج خفيف في المخ وتم الإطمئنان عليه وتم إجراء الفحوصات اللازمة زي ما حضرتكم يمكن تبعته على شاشة النادي الأهلي وزي ما أنتم شايفين دلوقتي ووليد خرج الحمد لله بالسلامة من المستشفى النهاردة ألف ألف حمد الله على السلامة في بعض المواقف كده يمكن ربنا بيحطك في اختبار عشان تعرف غلوتك وتعرف معزتك ووليد من العيبة الغالية قوي على قلوب جباهل المدينة